بقول لي أنت كممثل بما أنك هادي ومنفتح ومقدر والعلاقة لطيفة بينك وبين زوجتك في الحياة لكن إيه أصعب المشاهد في العمل ده؟ لأنه العمل ده على قد ما هو يبين أنه دور الزوج شوية شكاك وكده لكن أنت لازم طول الوقت لابس لابس التون بتاع الشخصية أنا عندي الصعوبة في المشاهد اللي فيها رومانس أكتر آه يعني لأن أنت بقى مش عارف تبقى مين مش هكذا أحس أن أنا بالنسبة لي أن بقى لي يعني من 2012 بمثل والحمد لله أن أغلبية لا كل الأدوار اللي أخدتها فيها شرير فيها عصبية فيها نير فبيبقى صعب طيب أنا لسه ما عنديش الخبرة أن أبص الواحدة في عينيها وابقى رومانتك قوي معاها بس الحمد لله أن العمل ده جمعني مع ريهام إن الكامستري اللي ما بيننا صداقة احترام بحبها جداً فقادر والحمد لله أن أتحطيت قدامها في الدور ده إن اتحسنت أو أقدر دلوقتي أوكي خدت الخبرة دلوقتي إنه ممكن أبقى في مشاهد في الأول فيها حب إنه بجد هو يوسف بجد بيحب يعرى فهو الطريقة اللي بيوريها غلط أو اللي حيعمله غلط بتصرف بتاعه بس هو إنسان بيحب فخدت خبرة دلوقتي الشوية بس أنت عامل 11 مسلسل يا أيمان فأنت شايف إنه 11 ما كانوش من الكفاية ولا يعني عشان أنت يعني ممكن يكونوا 11 ما لمسوش حاجة عندك بشكل كبير 11 أخليبيتهم ايه؟ نبتدي بفيرتيجو أول مشهد عملته في حياتي دخلت قتلت 9 أشخاص ولا 6 أشخاص وواحدة منهم 6 حامل فلما نبتدي كده كله قتل وضرب عملت يعني تلعى الهوى ودولتي بيتزيع مسلسل رومانتك كوميدي ده كان من أصعب الحاجات اللي عملتها في حياتي يعني أنا بقدر حياتي الشر أسهل الشر أسهل الشر أسهل بكتير بجد طبعا الشر أسهل على الشاشة يعني بحس الشر بالنسبة لي أسهل والعصبية بالنسبة لي على الشاشة أسهل يمكن بحاول أطلع حاجات من جوية ما أعرفهاش فإن الشر سهل أو النيرف العالي أسهل معنا أحيانا أن الناس تقول أنه النيرف الهادي ممكن يعني أقرب للشخصية بتاعتك فيبقى سهل خلق أنت عايز تروح لشخصية تانية غير شخصيتك أنت ترجمة نانسي قنقر